داخل الأزمات التي تواجه عالمنا من أزمات إقليمية ذات تعيات عالمية وتغير مناخي وآثاره إلى نعكاسات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وعنف وتطرف وتضخم متنام وكساد اقتصادي وشيك وواقع واجه الكثيرين حول العالم من عدم الأمن الغذائي والدول النامية هي الأكثر تضررا جراء ذلك هل هذا هو المستقبل الذي سنتركه للأجياء القادمة؟ علينا أن نوفر لهم عالما مختلفا أوسع أفقا وأكثر عدالة يسوده النمو الاقتصادي المستدامة والفرص الواعدة الجديدة وفرص عمل أكثر وأفضل وسلاما يقود الازدهار ينعم بالجميع وحتى نحقق هذه الهدف على بلداننا أن تتحدى في العمل المشترك الفعل والسؤال الآن هو هل نمتلك الرؤية والعزيمة اللازمة لإنجاز ذلك؟ لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أثرها على البيئة بل نحن بحاجة إلى شركات قادرة على إحداث تغيير حقيقية والأردن جزء من هذه الجهود يعمل على بناء شركات قوية لإدارة واستلامة الموارد المائية ونعر المزيد من الفرص للعمل مع شركائنا للحفاظ على مواقع التراث العالمي وبيئات الطبيعية المميزة بالمملكة كالبحر الميت ونهر الأردن والشعاب المرجنية في خليج العقبة المهددة جميعا بفعل التغيير المميزة أما الأمن الغذائي فهو أولوية عالمية أخرى فمئات الملايين في العالم ينامون جياعا وهذه الأعداد في تزايد المستمر كيف للآباء والأمهات أن يتمكنوا من تنشأة أطفال أصحاء كيف للطلبة أن يتمكنوا من تلقي تعليمهم وكيف للعمال إنجاز عملهم وهم يواجهون اليأس وانعدام الأمن الغذائي منذ بداية الجائحة والآن مع الأزمة في أوكرانيا تعثرت سلاسل توريق الغذائي العالمية ووجهت العديد من الدول الغنية نقصا حادا في الأطعام الأساسية لأول مرة في تلك المعاصر وفي هذه الظروف تبين لهذه الدول حقيقة لطالما أدركها سكان الدول النامية من زمن طويل وهي أنه لا يمكن لبلد أن يزدهر إذا لم يكن الغذاء متوفرا بكلفة مناسبة عالمية لكل أسرة وعلى سعيدنا العالمية تطلب ذلك إجراءات مشتركة لضمان سهولة الوصول إلى الغذاء بكلفة مناسبة وتسريع وصول السلع الغذائية الأساسية للدول المحتاجة أصدقائي لطالما كان النمو الاتصادي الشامل والمستدام أول ضحايا الأزمات العالمية ولكن هذا يجب أن يدفعنا لتعزيز المنع الاقتصادية لتمكيننا من الصمود في وجه العواصف وفي منطقتنا نحن نتطلع لبناء شركات تكاملية تستثمر في إمكانيات وموارد كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع بلدان الإقليم ونرى الآن شبكات تتشكل للمنع الإقليمية ولتحفيز الفرص الجديدة والنمو وقد أسس الأردن لشركات متعددة اطرافة مع مصر والعراق والإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى في المنطقة للاستثمار في هذه الإمكانيات الأردن نقطة ربط حيوية للشركة الإقليمية والتعاون والعمل للتصدي للأزمات الدولية وتوفير لغاية الإنسانية ولطالما كان مصدرا للاستقرار الإقليمي وموئلا للاجئين وفي هذا السياق أود أن أتحدث عن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في العام 2012 وأمام الجميع العامة بدورتها 67 تحدثت للمرة الأولى عن تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن وعن الضغط الناجم عن ذلك على مواردنا المحدودة وفي هذا الوقت كان نحو 200 ألف سوري قد لجأوا إلى بلدنا الصغير أما اليوم وبعد مرور 10 سنوات فنحن نستضيف ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري ولأن تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين وغيرهم مسؤولية دولية فإن الدول المستضيفة تتطلع لالتزام المجتمع الدولي بتعهداته في هذا المجال على مدار عادة عقود ارتبط الشرق الأوسط بالصراعات والأزمات ولكننا نأمل أن تجعل روح التعاون الجديد بيننا من المنطقة مثالا للصمود والتكامل وعلى رغم أن السياسة قد تخذ العالمنا في بعض الأحيان إلى أن الثابت الوحيد هو أن الشعوب هي الأولية لذا فإن إبقاء الأمل حيا لديها يتطلب النظر لما هو أبعد من السياسة والعمل لتحقيق الإزدهار للجميع ولكن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إذا كانت إقصائية بل لابد أن يكون شمول الفلسطينيين في المشاريع الإقصادية والإقليمية جزءا أساسيا من جهودها وأما في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فلا زال السلام بعيد المنال ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدوليسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية ومن هنا فلابد من أن تعمل الشعوب قاطبة للسياسة أو السياسيون خاصة على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها كيف كان سيبدو علمنا الآن لو تم الوصول إلى حل الصراع من زمن طويل ولم يتم تشييد الجدران وسمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والإزدهار وبينما نواصل جهودنا لتخريق السلام علينا أن لا ننسى اللاجئين فهذا العام ستصوط الجمع العام على تجديد التكييف الأممي لولاية الأمم تحلى لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأمم وعلى المجتمع الدولي أن يرعا ترسال قوية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية وخاصة للأطفال أصدقائي العزاء أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها المتحدة هو حق جميع الشعوب في تحديد مصيرها ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة فطريقه إلى الأمام هو حل أدواتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة الذي يغضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وقابل الحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار واليوم يشكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع ديانات السماوية حول العالم وأن تقويد الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة وانتلقا من الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس فنحن ملتزمون بالتفاضي على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة وكقائل المسلم دعوني وأكد لكم بوضوح أننا نلتزم بالدفاع عن الحقوق والتراف الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا وخاصة في القدس اليوم المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر وحقوق الكنائس في القدس مهتدة وهذا لا يمكن أن يستمر في المسيحية جزء لا يتجزئ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها كذلك ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا السادة رؤساء الوفود يمكننا تخطي أخطى الأزمات إذا اتحدنا لعمل معا فلنسعى ونحن في هذه الاجتماعات لتحقيق مستقبل أفضل يخدم مصلحتنا المشتركة مستقبل من الكرامة والأمل يوفر فرصا جديدة لجميع شعوبنا لا يمكننا أن نتجهل نقوص الخطر الذي يدق من حولنا بل علينا أن نتصدى له أشكركم